سيلفي بايكو وزيرة الخارجية لجمهورية إفريقيا الوسطى أول الوافدين إلى القصر الرئاسي حيث نقل التهاني البروفيسور فوستين أركاش تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى إلى نظره الشادي الفريق محمد إدريس ديبيتنو بمناسبة تنصيبه رسميا الرئيس الانتقالي لجمهورية شات وانتهزت سيلفي بايكو الفرصة لمناقشة مستقبل التعاون بين بلادها وشات وأكدت أن المرحلة القادمة ستشهد توسيع دائرة التعاون بين البلدين تتوالى التهاني والتبركات من قبل المشاركين في حفل التنصيب الرسمي الذي جار صباح اليوم بقصر الخامس عشر من يناير حيث وصل ديدي مازينغا موكانزو وزير التكامل الإقليمي والفرانكفونية لجمهورية الكونغو الديمقراطية ممثلا للرئيس فليكسي جيسيكيدي تشولومبو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا الذي بعث هو الآخر تهانيه إلى الرئيس الانتقالي عبر وزيره وزير التكامل الإقليمي والفرانكفونية وجدد فليكسي جيسيكيدي وقوفه ودعمه لنظيره الكادي الفريق محمد دريس ديبيتنو لخوض هذه المرحلة متمنيا له التوفيق والنجاح أما الوفد الناجري الذي يقوده أحمد محمد رئيس الوزراء الناجري فقد انضم أيضا لقائمة المهنيين للفريق محمد دريس ديبيتنو على رأس وفد رفيع المستوى حيث نقل الوفد تهاني الرئيس محمد بازوم وخلال جلسة مطولة ناقش الوفد مع فخامة رئيس الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد دريس ديبيتنو القضايا المشتركة وتعزيز التعاون بين شات والنيجر كما قدم رئيس الجمهورية شكره للرئيس محمد بازوم مشاركة الدول الصديقة في حفل التنصيب الرسمي تدل على العلاقات الدبلوماسية المتينة التي تتمتع بها شات مع الدول شبه الإقليم ترجمة نانسي قنقر